ورجعنا لكم مرة تانية وجد الوقت بقى معدنا مع كتابنا النهاردة وكتابنا النهاردة هو من الكتب الجديدة اللي شارك في معرض الكتاب والحقيقة إنه هو كتاب مختلف تماما بكل المقاييس الكتاب اسمه أول الحكاية عن السينما والكتابة والحياة أول اختلاف في الكتاب إنه كاتبه اتنين كتاب هو إعداد سنائي مشترك ما بين الكاتب الصحفي الأستاذ محمد غالب أهلا بيك أستاذ محمد والكاتب الصحفي الأستاذ إمام أحمد أهلا بيك أستاذ إمام والحقيقة إنه الكتاب باين من عنوانه العنوان بتاعه بيقول إنه هنفهم من الكتاب إنه بيدور على أصل الحكاية أصل الحكاية هنا في أي عمل بنشوفه إذا كان درامي سينمائي هو الأحداث بتاعت الموضوع هي تفاصيله شخصياته وده بيبان في كتابته لأنه الكتابة أو السيناريو هي أول حاجة بتتعامل في أي عمل أيا مكان درامي أو سينمائي وإزاي العمل ده قدر إنه هو يلمس حاجة جوانا والأساس دايما بيبتدي من الفكرة زي ما قلت لحضراتكم اللي بيكتبها السيناريست وبيعيش معاها وبعد كده يبتدي يتخيل أبطالها إذا كانت سينما أو إذا كانت تليفزيون وبعد كده بيبتدي يحولها بعقله وبخياله لسيناريو جاهز والكلام يتنطق والحكاية ينفع نشوفها إذا كانت في حوار ما بين الممثلين إذا كان في أي عمل بيتقدم بأي شكل من الأشكال طيب خلونا نرحب بالكتاب اللي معنا النهاردة ونبتدي على طول كلامنا معاهم عن كتابهم الجديد أولا ألف ممنوعك على الكتاب سنايا هي فكرة طبعا مختلفة زي ما قلت في البداية إنه إعداد سنائي اتنين كتاب يشتركوا في نفس الكتاب الفكرة دي حد عملها قبليكم ولا أنتوا أول ناس تعملوها ما أعتقدش يعني أنا ما سمعتش عنها عن نفسي قبلي كده أنت سمعت عنها قبلي كده أستاذ إمام لا أحب أقول لكم أنه الأستاذ إمامي ممكن كان لي مجموعات قصصية قبلي كده أما بالنسبة لأستاذ محمد فهو أدأ أول كتاب لك اشتركوا في القناة